هاي يا حلوين اهلا سهلا فيكم في فيديو جديد على قناتي هذا الفيديو طبعا مثل ما شفت بالعنوان هو رح يكون الفلوغ تبع يوم الاستقلال او الفورس او جولاي او الاندبندنس داي تبع امريكا طبعا هذا اليوم كل الولايات بتكون محتفلة وعننا نحنا بولايتنا يعني الاحتفال حيكون اقوى بكتير لاني انا عايشة بي دي سي او واشنطن دي سي انا عايشة بفرجينيا بس يعني واشنطن دي سي هي وفرجينيا تقريبا ما في عشرين دقيقة بيناتنا المهم لسه الهلا نحنا ما منعرف وين هنروح بس عم يقولوا دي سي هتكون كتير خطرة بتوقع ما هنروح على دي سي بس لحفرجيكم الاجواء الاحتفالات وزائد حفرجيكم كمان الميكب اللي هلا هنساوي سورا حنعمل انا وياكم نو ميكب ميكب لوك يعني اللي بيكون الميكب كتير خفيف اصلا ما لنبين انت عاملة ميكب بس كتوحيد لون البشرة ويعطي رونك كتير خفيف اللي حابب يعرف انا شو عملت وكيفة مكيجة وشو لبست ووين رحنا وشو رح نساوي واجواء امريكا او اجواء ولايتي بهذا اليوم يكمل الفيديو الاخير بس قبل ما مبلش بالفيديو تنسوا عملوا سبسكرايب القناة وعملوا لايك للفيديو وعملوا له شير اذا حبيتو وطبعا تابعوني على سناب شاتو على انستجرام ويلا خلونا نبلش هلا اول خطوة بلشت فيها هي البرامر حاستخدم هذا البرامر من ميبلين اسمه بيبي سكن كتير كتير بحبه وبيعمل طبقة كتير حلوة بين البشرة واي شي تاني حتحطوه فوقه هلا خطوة تانية حاستخدم كونسيلر من شركة ميبلين كمان هذا الكنسيلر كتير كتير بحبه هلا شوفوا انا هارجع احكي عادي بالفيديو يعني بس هذا المقطع كنت مفكرة اني ساويه بويس اوفر كل الفيديو بعدين قررت انه لا بس لح ساويه اول يعني ما حساويه بويس اوفر بس اولا دي كنت عامل الخطوات لهيك كان لازم ساوية بهي الطريقة هلا متل ما شفتو اول شي انا حطيت البرامر اوبس اول شي انا حطيت البرامر هاد وتاني شي حطيت كونسيلر الكنسيلر هو بس خافي العيوب يعني حطيتو بس بهي الاماكن اللي انتو شفتوه لحتى اعطي اضاءة ما حستخدم فونديشن بهذا اللوك ولا حستخدم اي كريم اساس برح احرك الاشياء كل نياتا بهاي الفرشاية شوفو هيكي بتكون هي اي فرشاية انتو بتحبوا تستخدموها تبع الفونديشن او تكون اسيا من فوق بتكون كتير منيحة كلش بمكانو يعني انا بس بدي احدد كلش بمكانو وحاولو تحت العين هيك طبطبه مشان يبين كلش طبيعي يعني اهلا انتو بس لخلص المكياج رحتشوفو انو جدا طبيعي ونقطة فوق العين لحتى يروح هذا السواع دي فانا شوي في عندي سواع تحت العين رح حاول نقطة صغيرة وصل اللون لفوق بقدين هيكي بشكل سريع يعني وبس طبطبه يعني انا ما عم حرك هيك عم دقون هيك شوفو كيف راح كل شي اسود حولين عيني بهاي الحركة وهيك عملت شوي صغيرة كوفرش بسيطة مرح اعمل كونتور رح استخدم هاي العلبة من ويت ان وايض لححط هادا اللون البسيط كتير يعني هيك شوي صغيرة بس من عند ادني وتحت شايفين هذا الخط بس هيك اعمل خط صغير شوي صغيرة شايفين يعني شي انو مبين انا لانو اردي هلا هون مالي حاطة بس اردي مبين في خط لانو انا اردي عندي عدمة الخد شوي بارزة فبس رح احط شوي صغيرة اللي يعطي لون حلو بعدين شوي من وره حانزل فيه شوي لتحت وهيك لتحت شوي وبعدين من هون نفس الشي انزل فيه لتحت كمان بهذا الشكل بفرشاية كتير صغيرة وشوفهم حط على طرف الفرشاية من فوق بعدين من فوق انا رح تزغغر جبهتي شوي او رح تزغغر جبيني شوي رح احط هيك ووصله بالاطراف سعني طلع كاني انا عاملي كونتور بس انا عمالي عاملي كونتور شوفوا بهذا الشكل شوفين شلون طلع شوي هون عند انفي هيك خط صغير رح اعمل حركة كتير كتير مهمة وكتير كتير انا بحبها هي هي اللوس باودر الباودر يلي بتكون كتير خفيفة اللي كتير نعمة وبترش رش يعني رح استخدم باي فرشاية او هيك فرشاية صغيرة كتير تكون متل فرشاية حملت الخدود هحط هيك تحت عيوني هاي البودرة انا ما بدل استغني عنا حتى لو انا حاطة كليوم بحب حطة بس فوق الكونسيلر حتى هيك تثبته بالطريقة حلوة كتير بهذا الشكل بكل الاماكنة اللي انا حطيت فيها كونسيلر لانا بكون لما بكون بدي حط ميكب كتير قوي فبقوية كتير اكتر من هيك هلا انا هيك بس حطيت شي خفيف بعدين حاروح على عيوني بس حساوي شوي صغيرة حواجبي يعني حارسمون رسمة كتير كتير بسيطة بس عبي الفراغات لانه ما ما حارسمون يعني ما بدي اطلع كتير ويرد هلا بيكون كتير امريكان بهدول الاماكن واصلا الامريكان ما بيحطوا ميكب كتير هيك على الشارع فانا كتير بدي يكون كتير طبيعية وكتير هيك خفيف يعني بعد هيك الشغلة تانية رح ساوية شوفوا هذا اسهل ميكياج حتشوفوه بحياتكم هجيب فرشاية للعيون نفس العلبة اللي انا استخدمت لحتى عمل كنتور رح احط فيها فوق عيوني هيك كمان تلون كتير كتير بسيط وكتير كتير خفيف بس هيك شي انه شوفين بهذا الشكل هيك انا بكون ميكياج كتير سريع وكتير خفيف ما استخدمت فونديشن بس رح يطلع ميكياج كتير كتير حلو وانا صراحة ان كتير بحبوه شوفو بهذا الشكل بعدين شغلة اللي اعمله هلا اني انا رح احط مسكرة هاي مسكرة من اسنس كتير كتير بحبه كمان شوفو بهذا الشكل بس هقلبون شوي صغيرة وعنتم مستغربين قدش اللوك كتير سهل وبسيط بس هذا اللوك يعني فيكم تعملوك اليوم اه للجامعة للمدرسة للشغل لا امو للمدرسة للشغل او حتى اذا انتوا قاعدين بالبيت او طالعين هيك روحة بسيطة وبتكون لون بشرتكن يتوحد ويعطيلي الوان حلوة بالبشرة يعني هلا انا اذا شايفني صراحة ما بيعرف اني انا حاطة ميكياج الا من المسكرة المسكرة هي الوحيدة بتبين لانو انا لون شعري اشأر وطلعو رموش يسود شوي هلا المهم بعد ما خلصت كل شي انا شو راح اعمل لح ارجع بالفرشاة اللي حاطت فيها هاي البودرة او اللوس بودر او البودرة الحرة طبعا الى كتير اسماء المهم لح اروحون هيك هلا هاي شو بتعمل هاي الشغلة اسمه بايكينج او خبز بالعربي يعني ازا بتكون تاخدوا ترجمة بايكينج هاي بتثبت كل شي بمكانه بطريقة كتير حلوة بتوحد لكم اللون بتروح اللون الاسود يلي الكنسيرر لحاله ما قدر يروحو فبس بهذا الشكل شوفو بتعرفينش اللون طلع كل اللون وشي نفس اللون لون طبيعي كتير وحلو كتير هلا الشغلة اللي حساوية كمان راح احط حمرة الخدود من لوريال اخف لون عندي انا طبعا هاخد فرشاة حمرة الخدود هاي الفرشاة تبعي بعدين حاحط هيك حضحك شوي هاحط هون علي عدمة الخد ليس على هون على هايجي شو اسمه الخد بعدين شوي صغيرة اسحبه لفوق شو نقطة صغيرة نهادا الشكل شوي هون شاني طلع كل الوشي نفس اللون هاي تعرفين شلون انا برزت هدول وطلع كلياتو الوان طبيعية عادية هلا اذا حبيتو متل ما انا هلا رح ساوي فيكن تغمو شوي صغيرة اللون البني لانو انا ما كتير مبين عندي فحاغموه نقطة صغيرة وهيك نفس الطريقة اطلع فيه لفوق ورجع انزل فيه لتحت بعدين من تحت هيك نكون خلصنا المكياج شغلة رح ضيفة اني انا رح ضيف الاداءة الاداءة كتير بتفرق معكن لعزم تجيبو لون اضاءة كتير يكون مناسب لبشرتكم ما تعبوه كتير كتير قوي شوفوا مثلا مثل ها لون الاداءة طبعو مو كتير كتير فاتح فانا ما رح استخدم افتح شي انا احيانا بستخدم افتح شي اذا انا اام بستخدم افتح شي اذا انا بدي اام روح سهرة او روح حفلة او كون عزيمة اوشي بس لما روح الشارع بدي استخدم شوي غامق بس هيك يعني يعطي لون بسيط او ضو خفيف بحطهم فوق كل شي هون على هاي العظمة بحط هادا الضو بليز مرحدا يجيبها لهون هاي الاضاءة ما بتنحط تحت العين احيانا الفرشاية عفكرة ما بتشتغل متل ما هلا انا الفرشاية تبايتها ما بتشتغل انا شوف شرون حجيب هادا الاصبع هاد داني ما نحط فيه الخاتم هحط هون بعدين المس وين عظمة الخد اطلع فيها لفوق بهذا الشكل وهون هيك اعمل خط هيك هوني وهون كمان نفس الشي المس عظمة الخد واطلع لفوق بهذا الشكل وبحب كتير اعمل هون هيك اصبع هون واصبع هون وكمان اخر شغلي هوني هاي الحركة بتقلب الشفة لفوق تساعد انه هيك تطلع الشفة مقلوبة على اساس بهذا الشكل هلا اخر شي رح اعملو انا رح احط ال اه وانا انا مستعج لانه الكل عميل بس وشكله كله هيخلص قبلي تاني اخر شغلي حصاوية هي الحمرة هستخدم هاي الحمرة من كوفر جرل فيكم تعاملو تحددو تمكم بس انا هاي الحمرة ايش بحبه اني بنشفه هون اللي بيضل على الفرشاية الفرشاية هي متل اسفنجاي فاللي بيضل عليها حطو بهذا الشكل شوفوا طلع معي اللوك يعني كتير كتير بسيط وكتير خفيف ازا بتقربوا علي اكتر هو مبين اكتر من الصورة بس هو كتير حلو يعني كان شغلة تانية ازا بتكن ترى هو فيكن تكتروا شوي مسكرة لانه انا متل هلا شوفوا على التصوير ابدا منبين رح احط طبقة تانية مسكرة عفكرا هدا اللوك بالعادة ما بياخد معي فوق الخمس دقايق سبع دقايق هيك شي لانه شوفتو انا ما عملت كتير حركات يعني وما استخدمت كتير منتجات ولا كتير ادوات ولا يعني ما كتير صعب فهيغ بكون خاصة انا اليوم المكياج هلا حفرجيكم شو رح البس ورح البس ونطلع هلا بعد صالي ساعة عم قاعدة عمفكر هيك اللبس كتير سمبل لح البس هاي الكنزة ونص كم هي فراح البس تحت كنزة شوي كم طويل مو كم طويل يعني ثلاثة اربعة عالكم وبنتال اون جينز ومع هادا اللبس رح البس بوت احمر طبعا تخيلوا المنظر يعني هيكون كتير حلو ان شاء الله حظهور لكم كيف رح اطلع بالاخير بس هلا خلوني رح البس وارجع لكم وهيك اللوك النهائي وهي الشنطة ولا العلقة طبعا ليك هاي الشنطة اللي حا احملها حلبس بوت احمر طبعا بس لا اطلع هفرجيكم اياه وشعري متل ما هو حيضل بتوقع بس طبعا بدون هاي والله لو فيني رح فيها لهاي كنت رحت بس يعني بدون هاي رح اقيمة بس هيك هزبت شوي شعري يعني ما بعرفي اذا الشوب كتير بره حقربته توقع هو شوب يعني بس هاخلي هيك حاليا شوفوا العطر اللي حاببته كتير هاي الفترة هو هذا من كالبين كلاين اسمه يوفوريا كتير كتير بحبه رح احبخ منه هيك كنبخة يعني طبعا منسولي شوي هيك العجلة تعرفوا يعني احنا لما نحط ميكوب كتير من نكون هيك هاي فهي اثار تصوير الفيديوهات لانه اليوم صورت اكتر من فيديو فهيك بيكون الشكل النهائي اللي بدي حكيكم عليه هادا الرينج لايت طبعا واخرا جبت رينج لايت ما بحتاج معه اي ضو تاني طبعا بس انا شعلت هاد لاني كنت تحصور بالنظارات وما بدي ضو الرينج يطلع النظارات المهم بالنهاية ما صورت بالنظارات فهذا انا بطفي ما بشعلو فهذا الضو عن جد كتير رائع لكل البنات اللي بدون يساوي فيديوهات طبعا مو من الاول تشترو لانه هو شوي صغير غالي فمحتجته انا بالاول يعني وشعلته طبعا بالباعجراون شعل هادول و هادول منزوعين يعني ومعرف ليش هلا ما كنت اعرف فدلون فبس انسولي الكركبة شوي لانه هلا احضب انا احضب طبعا المهم هادا هو الرينج لايت اللي حكيت لكم عليه بيطلع المكياج رائع بيطلع الصور رائعة بيطلع التصوير كله بجنن انا اشتريته من امازون اشتريته من مكان كتير رخيص يعني مو ماركة وجاي بدون شنتاية لهيك بتوقع حقه امكان كانت 89 دولار بس هو سعره من من 90 للمية واربعين اي ثنك ومية وخمسين هيك شيء هلا اخر شي احنا قررنا ان نروح على مكان اسمه ناشنال هاربر هو بميرلند كتير هادا مكان حلو هيك يعني بالايام العادية بيكون كتير حلو فتوقعت ان يكون كتير حلو بهذا اليوم كمان روح جولة بالمكان كلياته حتلاحظوا ان الشرطة مليانة لان اليوم بالعادة يعني شو بيعملوا فايروركس او الالعاب النارية بشكل كتير كبير وعملوها بكتير ولايات حتى بدي سي بس كانت بدي سي بتوقع كتير خطرة حتى طب ما سمعت يعني لانه نزل ترامب وعمل استعراض عسكري وهيك اشياء فما رحنا على دي سي فجينا لهون طبعا حتشوفوا العجقة مو طبيعية القاعدة كتير حلوة بس كتير كتير عجقة وكان كتير شوب ومليان شرطة ما لكم شايفين في شط كتير حلو القاعدة حولين الشط كتير حلوة طبعا هادا الشط مول الاسباحة يعني بتوقع بس هيك يعني عاملين قدامه قاعدة وجايبين رمل ما بارف هدا يمكن رمل صناعي او شي حاطينهم بشان الولاد تلعبوا هاي بس حتخليكم بقى تتفرجوا حعملكون جولة بالمكان كلها يعتوا وتفرجوا وخبروا لي تحت اذا حبيتوا شوفوا شلون هيك العالم كلها بتتجمع بهذا اليوم شوفوا شلون كلها تقاعدين وشلون باتجاه واحد على اساس انه كان يصير الالعاب النارية ورا وكمان كتير حتلاحظوا الطيارات حتكون كتير يعني طيارات اليوم بهذا اليوم كان تو ميش كتير كتير في طيارات فوقنا ما تهدى يعني فالعالم هون بتكون قاعدة منتظرة انه يصير الالعاب النارية بتكون بتوقع ورا الشاشة هلا هنا حاطين لهم فيلم وعادين العالم عن تتفرج وبالعادة هيك بيصير بس هلا على حظنا طبعا وهذا اليوم كان اردي طوله نهار مطر وهيك فلغوا الفايروركس او لغوا الالعاب النارية بهذا المكان صراحة ما بعرف يعني شو الاسباب الرئيسية انه لغوه بس انه لتغى اشتركوا في القناة محنسين عرفهم محنسين مملكسيكو مملكسيكو ا обсطيع الارس هل ايدم هوا الارس هي حدة غارات بس كان اللاين لنص الشارع فلنا يلا خلاص صغير مرة بنطلع فيها بس هي كتير يعني هيك بطيئة او كتير كبيرة يعني هي huge عن جد لما تقربوا عليها كتير كبيرة هلا هي المدينة مليانة تماثيل بشكل مو طبيعي متل ما هلا انتو هتشوفو هي عاملين اول شي بهاي البقع الصغيرة حاطين هي حشيش معنو هي عرصيف بس حاطين متل حشيش صناعي وحاطين تماثيل للحيوانات كمان تماثيل عن جد كتير حلوة ومعمولة بطريقة عن جد ممكن تتخيلوه انو حقيقية شوي تاني طبعا كمان هتلاحظو انو فيه تمثيل كتير لشخصيات مهمة هون باميركا وتحت كل تمثال كانت فيه مين هاد الشخص شو عامل امتى اشتغل وليش هو مهم او هيك شي يعني صراحة ما قرأتهم كلياتهم لاني كنت كثير مستعجلة وكانت يعني هيك بس جولة سريع طبعا المشكلة اللي كانت موجودة اني انا اصلا نسيت انو تصور نحنا وانو احكي معكم بالفيديو ونسيت تصور حالي بالفيديو هيك ما بعرف هي الشوب هي العجقة ما بعرف نسيت المهم بعد هاي اللقطة احنا رحنا غا مطعم اكلنا ورجعنا بعدين عالبيت فصورت مقاطع بالرجعة بس صراحة انضعت من عندي ومن هون هيك ما نكون وصلنا لنهاية الفيديو هلا كان كل شي اليوم ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو ان شاء الله تكونوا استمدعتوا بهي الجولة معي طبعا ما كان كتير فيه اشياء بالفلوغ فحبيت تفرجيكن المدينة العجقة التجمعات الحلوة يعني وبس تتمنى تعملوا سبسكرايب على قناة وعملوا زاكة الفيديو وعملوا شير اذا حبيتوا تابعوني على سناب شات وعلى انستجرام احبكن كتير 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 وان شاء الله اشتركوا في القناة باي